وانت بتسكول على الفيسبوك اي كلمة او ايموجي او ستيكر في شايتك انت واي حد تاني اي رحلة بتعملها باوبر والسوائل اللي راكم معاه والطريق اللي مشيت فيه وخدت دي في الطريق دوت والفلوس اللي دفعتها كام اي حاجة بتشتريها اونلاين اخر وقت كنت اونلاين فيه واتقعد كام ساعة في اليوم على الفيسبوك او اي سوشال ميديا كل اللي فده بجدائي طب فين بتتخزن كل البيانات دي البيانات دي اكيد بتخزن في قعدة بيانات مليانة سيرفرات كتير او انما السؤال هنا هي اللي الحاجات دي بتكون ومالهاش لازمة ولا الحاجات دي بعد فترة معينة بتتمسح اللي جابة هنا لا النهاردة ما بقاش فيه حاجة اسمها او حتى البيانات الصغيرة اوي اللي مالهاش لازمة بالنسبة لك انت بقى ليها فايدة كبيرة اوي وما بقتش صغيرة بقى اسمها بيانات ضخمة او البيج دي زمان اما كنا بتخزن بيانات او الشركات الكبيرة بتخزن بيانات كانت بتخزنها في ملفات وفايلات ودفعت رزاجة وكانت تقعد وقت تفويل اوي انها تدور على معلومة لكن دلوقتي مع تطور التكنولوجيا الحاجات دي بقيت قديمة والأول كنا بنستخدم كمان الفلوبي ديسك او الهار ديسك او السي دي او الفلاشة او الكارت ميموري اللي تخزن بيانات لكن الطريعة دي ادم البرد طب نخز البيانات فين دلوقتي دلوقتي بقينا بنستخدم الكلاود سيربس ايه ميزتها عن البقية؟ انك تقدر تجيبها من اي مكان في العالم بدغط الزرار واحدة والسرعة الهيلة اوي اللي تقدر تجيب بيها الملفات ده زائد حجم الملفات من بداية التاريخ لحد سنة 2003 انتجنا خمسة مليار جيجا بيانات انما في سنة 2011 الخمسة مليار جيجا بيانات انتجناهم في سنة واحدة انما بقى في 2013 الخمسة مليار جيجا بيانات دي بننتجهم كل عشر دقائي بتيجي ان ايه كل البيانات دي؟ اجابة بسيطة اوي انت انت اللي عاملت كل البيانات دي زمان كانت الشركات هي اللي ترفع بس على الكلاود لكن دلوقتي كل شخص اللي معايا موبايل هو اللي بينتج البيانات دي دلوقتي بقينا في الدقيقة الوحدة بنبعت 200 مليون ايميل في الساعة الوحدة بنبعت 20 مليون تغريدة او تويت في اليوم الواحد بنرفع 100 ألف ساعة فيديو على اليوتيوب لكن مش بس انت اللي بترفع دائم دي خلينا نصرح اي سمارت بوتس بتجري بيها او منزل عليها جوجل هيلز بتساهم بتسجل و بتكتب انت بتحرق كان كالوري في اليوم و دي باردو بتساهم في البيانات الدخمة اي دي بي اس في عربية او في مواصلات النقل اللي عام الجديد بتساهم في انتاج البيانات دي اي حاجة دلوقتي متوصلة بالانترنت بتساهم في انتاج لكن السؤال الاهم بان استفاد ايه من كل البيانات دي لا ولا كان فايداتها دي برا لما بتروح تشتري حاجات من سلسلة سوبر ماركت جديرة زي والمارت بتروح تشتري وتحاسب بالكريديك كارد ما بتكونت قصة الشرق خلصت انت من بعد ما بتروح الفاتورة بتتاخد وتتحط في الات الالات دي بتذكرها كويس الالات دي اسمها او تعلم الالة ودي هيكون لها حلقة قريب قوي هنتكلم عليها وبتعمل لكل واحد عندها ملف بتكتب هو بيحب ايه بيشتري ايه دايما بتعمل عنك قاعدة بيانات بتعمل عنك شوية معلومات طب برضو بتضخم البيانات بتستفاد انها بتبيع معلوماتك لشركات الاعلانات فيظهر لك على السوشيال ميديا الاعلان المناسب لاحتياجاتك او يبعث لك رسالة على الموبايل ان فيها عرض على المنتج اللي انت تشتري على طول فتروح تشتريه اكتر وتشتريه بكمية اكبر فهو ده مكسبة في نفس السوبر ماركت في سلسلة وولمارت البرامج قعدت تدرس شخصيا من الزبان اللي بتجيها تشتريه من السوبر ماركت انها حامل لا مش بس انها حامل وعرفوا انها حامل في شهر الكامل من واحد جنين ولد ولا بينهم كل ده بسبب الماشين ليرننج او تعلم الالة ان هما بيدرسوا او بيحللوا البنات دي كويس اوي وبعد كده قعد يبعثل الست دي اعلانات لمستشفى تولاده كويسة وقعد يبعثلها منتجات للبي بي كويسة اوي لكن الحلو ما بيكملش البيك ده تليها مزاج كتير اوي لكن برضو ليها عيوب زي ما بيقولك الحلو ما بيكملش ايه عيوبها؟ ان انت مبقاش دلوقتي فيه حاجة اسماء خصوصية كامة خصوصية دي بقت البوست دلوقتي الشركات تعرف عنك كل حاجة اكتر من اهلك وعيلتك اكتر من مراتك ودلوقتي البيانات اللي عندهم تعرف حاجات اكتر من انت تعرف عن نفسك دي اعرفوا انت بتحب ايه بتكره ايه بتحب مين بتكره مين خارج فين رايح فين جاي منين كل حاجة بقت متسجيل عنده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة